بسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين اليوم السابع من شهر كيهك المبارك أحسن الله انقضاؤه وعاد علينا وعليكم ونحن في هدوء ومئنان مغفور الخطايا والآثان من قبل مراحمة الرب يا أباي وأخوتي أمين في مثل هذا اليوم تنيح القديس العظيم الأنبم التاوس الفخوري رئيس دير جبل أصفون القريب من مدينة إسنى وكان هذا القديس من فرد تواضعه يلقب نفسه متى المسكين ولد هذا القديس من أبوين مسيحيين وكان والده يشتغل بصناعة الفخار وقد رباه والده تربية مسيحية حقيقية وكان منذ شبابه المبكر يتردد على الأذيورة ويتعلم الحياة الروحية من الرهبان اشتقى إلى حياة الرهبانة فذهب إلى أحد أذيورة القديس بخوميوس القريبة من إسنى وطلب من الأب مرقص رئيس الدير أن يقبله تحت إرشاده فقبلوا وبعد قليل ألبسه إسكيم الرهبانة بدأ الراهب متى أس حياته الرهبانية بجهادات نسكية قوية وكان محبا للصلاة والوحدة فعمل لنفسه مغارة بالجبر بالقرب من الدير وانفرد فيها عابدة مصليا بعد نياحة الأب مرقص اختار الرهبان للأب متى أس ليكون أبا ورئيسا للدير ولما تقلد هذه المسؤولية قام بمهام عمله خير قيام وعمر كثيرا في الدير حتى تسمى هذا الدير باسمه بعد نياحته ودفن جسده فيه وقد ذكر المقريزي هذا الدير بقوله يوجد بأصفون دير كبير ورهبان ومعروفون بالعلم والمهارة وهو من أديرت السعيد الآيلة للاندسار بعد كسرة عمارتها ووفرت أعداد رهبانها وبقانب النهضة الرهبانية والعمرانية الضخمة التي قام بها الأب متى أس في ديره فقد منحه الله مواهب كثيرة مثل شفاء الأمراض وإخراج الشياطين وإقامة الموت وعلم الغيب حتى زاع صيد قداسته في كل البلاد المحيطة وقد بلغ من قداسته هذا الأب أن الوحوش كانت تعنس إليه وتتناول طعامها من يديه ولما أكمل سعيه الظاهر تنيح بسلام وما زال قسده موجودا فيه مقصورة خشبية جميلة صغيرة خاصة بجوار مدخل حسن الدير القديم بركة صلواته فلتكن معنا عمير وفيها أيضا استشهد القديسان بنينا وباناوة في عهد الإمبراطور ديقليديانوس ولد القديسان وتربيا بإحدى القرى القريبة من ملوي واتفقا معا في الأصوام والصلاوات والقراءات وأظهران بوغا عظيما في العلم ولما رأى الله جهادهما ونقاود قلبيهما أرشدهما إلى شيخ ناسك قديس بمنطقة الفيوم فتتلمز على يديه لمدة ثلاث سنوات فتتلمز على يديه لمدة ثلاث سنوات ثم اتقها جنوبا إلى جبل أبصاي التابع لأخمين حيث كان يقدم فيه عددا من النساك القديسين بنى النساك كنيسة وأرادوا تجشينها فنزل القديس بنينة يبحث عن الأسقف القديس بساتة فلما وجده دعاه فقاء معه إلى الجبل وكرس الكنيسة كما قام برسامة بنينة قصة وباناوى شماسة أقام الوسنيون في جبل أدريب القريب من سهاج سنما ضخما وكانوا يقدمون له التحايا البشرية فحزن القديسان على ذلك وصليا إلى الله لينهي عبادة الأوسان من العالم فأصار الشيطان الشعب الوسني عليهما لقتلهما لكن الله حفظهما ولما جاء الملك مكسيميانوس إلى مصر ليشرف بنفسه على اضطهاد المسيحيين زهب عليه كهنة الأصنام وشكوا له هزين القديسين فطلب أن يقبض عليهما وفي نفس الوقت ظهر ملاك الرب للقدسين بانينة وباناوى يخبرهما بأن الملك يطلبهما وأن الأكاليل السماوية قد أعدت لهما فانطلقا إلى الملك وشهدا أمامه بإيمانهما فأمر بقطع رأسيهما ونالا إكلي للشهادة بركة صلواتهما فالتكن معنا أمين وفيه أيضا تعيد الكنيسة بتذكار تكريس بيعة الشهيد أبس خيرون القليني الذي استشهد في يوم سبعة بأونا والكنيسة المذكورة هي كنيسة الشهيد أبس خيرون بدير القديس الأنبابشوي وتوجد هذه الكنيسة بداخل كنيسة الأنبابشوي بواد النطرون ويبدو أنه بعد وصول جسد الشهيد إلى دير الأنبابشوي أقيمت الكنيسة بإسمه في عهد البابا بن يمين الثاني البطريارك الثاني والثمانون الذي جدد مارة الدير وتم على يديه نقل جسد الشهيد ومما هو جدير بالذكر أنه ما زالت الصلوات مستمرة على مسبح الشهيدة بس خيرون لهذه الكنيسة بدير الأنبابشوي حتى يومنا هذا بركة صلواته فلتكن ما أنا أمين وفيه أيضا تنيح القديس يحنى أسقف مدينة أرمان ولد هذا القديس من أبوين وسنيين كان والده يعمل نجارا خرج أخوه الكبير بسنتاوس ومضى إلى قصر الدو ومكس هناك يقرأ ويبحث حتى تأكد من صحة الديانة المسيحية ثم رجع وعلم أخيه يحنى مبادئ الإيمان المستقيم ثم صعدا إلى قبل قريب من بلدتهما وعاشا في نسك عبادة حار حتى زعفت القداستهما وعلمهما فجاء إليهما بعض أراخنة مدينة أرمان وأخذوا يحنى رغما عنه وذهبوا به إلى الإسكندرية حيث كرسه الباب أسقفا على أرمان ولما رجع إلى مدينة عمت كثيرين من الوسنيين وبنى كنائس كثيرة وكان يفصل كلمة الحق باستقامة وشجاعة دون محاباه وقد قاسى متاعب كثيرة من الولاد وسنيين وكان صابرا محتملا حتى صار الناس يهابونه ويحابون رجال الكهنوت بسببه وقد راعى شعبه بالبر والاستقامة ولما أكمل سعيه الحسن تنيح بسلام بركة صلواته فلتكن معنا أمين وفيه أيضا استشهد المهندس القبضي سعيد بن كاتب الفرغاني نسبه إلى مصقة رأس قرية فرغان تولى عمارة مقياس النيل في جزيرة الروضة سنة 864 ميلادية في عهد الخليفة العباسي المتوكل ولما تولى أحمد بن طولون حكم مصر عهد إليه ببناء أهم منشآته فبنى له قناطر ابن طولون وبئر عند بركة الحبش لتوصيل المياه لمدينة القضايا عاصمة ملكه وذلك بين عامي 872 و 873 بعد ذلك فكر ابن طولون في بناء جامع يكون أعظم ما بني من مساجد في مصر ويقيم على 300 عامود من الرخام فقيل له أن يجمع هذه الأعمدة من بعض الكنائس بعد هدمها ولما سمع المهندس القبض أنه بغى هذا الخبر حزن وخاف على الكنائس من الهدم فكتب رسالة إلى ابن طولون يقول له فيها أنه يستطيع أن يبني هذا الجامع دون أعمدة إلا عمودين للقبلة ورسم له شكل الجامع على الجلد وأرسلوا له مع الرسالة فعقبوا واستحسنوا وأمروا ببناء الجامع فبناها على أحسن ما يكون وما زال جامع ابن طولون في حي طولون بالقاهرة يشهد بعبقرية ذلك المهندس القبض النابغة استرى العقود المبنية في الجامع قبل أن يعرف فن العقود في أوروبا وبلاد العالم عرض عليه أحمد ابن طولون الإسلام فأبى وتمسك بإيمانه المسيحي فأمر بقطع رأسه ونال إكليل الشهادة بركة صلواته فلتكن معناه ولربنا المجد دائما أبديا أمين ترجمة نانسي قنقر